نحن حاضرين معكم إلى غاية العاشرة إلا ربع بمختلف المواضع والفقارات كنا قلنا لكم في بداية الحلقة بل راح نحكو على فن البركور أو رياضة البركور رغم خطورتها إلا أنها تستهوي الشباب الجزائرين أكيد أي واحد يمارس هذا الرياضة نقول له خاطرة يقول لي مش من خاطرة ولكن أكيد أنه لما تشوفوا الصور راح تعرفوا أكتر وأكتر لكن في البداية خلوني نرحب بضيفنا فارس بالمداني فارس صباح الأنوار شكرا للاستضافة شكرا لكم ومرحبا بك في بلطوات الشروق أمور نينج أكيد أنت واحد من ممارسيه هذا الرياضة وعلا بديت ندير باركور في ديميل أونز ومعاد كان لازم نحبس في ديميل أونز على أجل إصابة في الرجل ومعاد موراها طولت شيئا بشوليت وبديت ندير بضر سبور ومعنطوم جميل جدا ولكن الناس اللي راي تشوفينا فعلى بالي بلي بزاف رام يقولوا كيف هو الباركور ، كيف هو الرياضة ولا هذا الفن يعني اتعرفوا أقليا على الفن والفن الباركور لنشاهدوا هذه الصور وكل ثم ج�انا كنا نريد إلى حديث لصور الباركور هكذا الناس اللي اتعرفوا لكم تعرفتوا عليها وكما حول من تقول لكم نينجا وحدي يقول لك وشنو هذا احكينا اكتر واكتر على هذا نبدأ بالحاجة الليولاء كان يقول لك هذي ماشي سبور يعني كنولونا نهضره عامة كان المهارات والقدرات البدنية كان عشرة كما فورس سوبلة صنديرانس مسكولار كارديوبسكولار كان عشرة ومجميع نشاط بدني يديروا البنادم ويكونوا ديفلوبي فيه واحدة من هذا دوما يتسمى سبور الرياضة دونك الباركور هو رياضة ونقدر نقول عليها رياضة خطيرة شوية من ذاك في الممارسة السوحة كنولو التعريف الباركور هو الانتقال من النقطة الف الى النقطة بطريقة فعالة بلا فاصل القصيرة كامل يمتعي تشوف الوقت اقل اذا كنكونوا نقطة الهيكة نقطة بالهيكة كنت قلع الجريمك الله تحددر فيرج من هيك باش تلحق لنا الباركور كندي تكنيك تتعلمهم باش تولي تصوتي اللي زوبستاك وتلحق النقطة بتاعك بطريقة راكورسي والا اكزاكتوه راكورسي معيكش يتنقز معيكش نشطي فرح نجري ومن نجري هالا هديها لازم تخدمشوه على الكارديوباسكولر تاعيك لازم تخدمشوه على لانديرونس تاعيك لانتقال باش ماتوليش تاعيه جميل جدا ولكن خاطرة تبقى خاطرة شوف بوران دي بار وش يحمي هاد الشباب وش يحميكم انتوما كشباب كنا نشوفو فيلكم في هاد الاثناء نطوا بدون ربما واقع بدون امان بدون امن شوف بوران دي بار ما يتندرش بالواقع زعمال دير عفسع الكل والعفسع الجونو لازم تبداهم دير دي بار نبداهم خطوة بخطوة باش تي فيتقى هاد اللي بليسر هادوما تدرهم فرص الموش كدار تاعك تخدم عليه تيكنيك في بلايس وما فيهمش كامل الريسك وما عد كتوالف هادوما كامل باش نقدروا نروحوا كما نشتوا في الفيديو نروحوا نحاوزوا على دي باطيمو والعفايس الديفلوبي والتيكنيك تابعنا شكون هو الشخص المؤهل لممارسة رياضة الباركور وش حال العمر اللي يقدر يبدأ بيها الطفل ولا الانسان يمارس في هادو الرياضة باك نحضروا عامة نقول بالاك بارتير دي سيام هاكا نقولوا 13 بعض عشر سنة أنا بديت كي كان في مريب بعض عشر سنة كنت في سيام باك غير ما تبدأ نقدروا نقولوا باك حتال ثلاثين اللي هيك في بلدان وحدة وخراكين اللي كبار في الله شو تلقى هم يديروا باركورتاني لفي اللي يتبدأ لازم لك تبدأ شوية رنفورسة ومسكيلات تقدم شوية كونديسيون فيزيك تاعة كبعد نبدأ ونخدموا لتيكنيك بلعقل بلعقل ونديبلوبي لهم جميع واحد دقادر يجي ينضم اي انسان يقدر اكزاك كاش معايير خاصة اكزاك لفتك يحب ربما هاد الرياضة يقدر يفتح اكزاك وليحب يخدم شوية الكورتان بطريقة وحدة وخرا الشيء الطاري يمشي يطلع افتنوبيل ونقول ايضا للناس اللي يتشوفين انه هاد الرياضة وهاد المبارسة وصلتكم الى اليابان من خلال مشاركة في هاد الرياضة حكينا على مشاركتكم اليابان يعني الجزائريين باركور هو جا من عندهم يعني من اسيا نحن نحن لا يقولون نينجا او اليابان او يحين او اليابان نحن نحن كانت مني في فرنسا في رسمي او دفيدي وكان رجال للأرماء يعني خوزي في حالة المناطق رأي عن طريق اداخلي في حالة البعض ويقش عن طريق ثم نحن 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 كانت من�� قصص في حالة المناطق في حالة البعض كان تم اشياء ميلا وان يحدث أحد جيمناستر اسمه سيباستين فوكون خلط للموفمون جيمناستيك لزاكرة وباسي مع الباركور اسمه فري رونيك تسمعوا بكو بلوس باركور فري رونيك بلوك الباركور فيه تقلع باركور فري رونيك فيه تجارية سلطة وزيد له لزاكرة وباسي ومعد مع الوقت دميل ديزويت المونت كامل كيشف بلي الباركور في انتشاره واسع بزاف حبي يدخلو في الجوزيولمبيك دميل ديزويت انترنسونال التعجيمناستيك قالوا انهم نسحقوا هذا السبور في الجوزيولمبيك في 2020 أو 2020 ولكنهم لا يعملون عليها فاعدل ديزويت الافترنسونال التعجيمناستيك دخلت للباركور معها لدي أكسب توهر لأيض وكي ديزويت انتشاره في حالي بدأوا يعملون بالسجل المشاهدة لكي تدخل في الجوزيولمبيك يجب أن تكون لدي جوج وديك كوتي بدأوا يعملون على هذا وهنا في زيار جوزنا التاسا لكتاع الجوز دونك هني جوزنا تاني تاكوتش ومعد في الكمبيتسيون اللي كان يديرو هم دارو الشمبيونة دي موند كانوا حابين يديروها في ديميل إزناف هم عاد جات جال كوفيد مقلوشي دي واحدة ديميل فندو باش قدروا يديرو الشمبيونة دي موند تا باركور وكيما كان الحال جزائر كانت مشاركة اللي كانت في اليابان هل من ألقاب حصلتوها في هاد المشاركة؟ بالطبع دونك النيفو تالي موند كان طالع بزاف ما يقدرنا نجيبه طب وان فلافريك فالباربور كانوا كين دي بي أفريكا كانت كين ماصر وعندنا لطلات إسلام بن أحمد قدر يجيب تيتر تا هو الأول إفريقيا جميل يعني ما رجعتوش يديكم فارغين حتى هذه الرياضة جبت لكم نتيجة وجبت نتيجة أيضا للجزائر أيضا حب نعرف ربما أنتوما أيضا متابعين إلى رياضة الجنباز ليس تابعين إلى رياضة الجنباز وين يصنفوكم من بين الرياضات؟ في الموند كانت باركور هو رياضة واحدة في الجزائر نهضر؟ في الجزائر دوكا نتابعين لك الجمناستيك الجمناستيك؟ الاتحادية الوطنية والتلجية للجنباز هل كين دعم لهذا الرياضة هنا في الجزائر؟ هل عندكم فيدرالية؟ هل عندكم أيضا قانون؟ نعم، في المونت كامل تفتح الفيديارالية لكي تركز تركز نظر وتركز نظرين في الجزائر و هل عندكم قاعات و انتمارسوا هذا الرياضة هنا في الجزائر؟ نعطيك مثال كيف تكون فرمت جابون اليابان كي قال كبلي كاينا و الله ثلاثة الإسلام بن أحمد دورايح ما عندو شو هنا ينطريني ما عندو شو هنا ينطريني كان لازم ينطريني في دي صالة جنبازو كانت كاينا وحد صالة هنا في الجزائر ريسبونس لابلتاها كي عيطوا له ملافي ريالاسيون قال إسلام بن أحمد الله ثلاثة باركورة و جاي ينطريني اليابان كان شغل أرد شوية قالوا كان يدخلوا ينطريني نديميسيوني كان بزاف اللي مزال ما يحملوش البركور كرياضة ولا ما يحملوش لعبتها وعلى ريك انتا وشنو هي الأسلام؟ بسك يجاين شوية شغل يحبوا الجمهاز بزاف المغلوقين ماشي متفتحين للرياضات الأخرى ولا يقول لكم تكسروا ماتريال وعفايس عقل يخضوا العفايس ماشي منطقية كان عدنا البربلام هادة على البلايس و ننطريني وماكاش مثل إسلام بن أحمد كي كان ينطريني اليابان مالكاشوني ينطريني بعد كي دخلنا بالسيف يقول لك كي توليزي طاب يبرك ما تشيش بارقة مدشارين 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 مازال عدنا شوية مشاكل فالدعم يعني تابلاصا وننطريني ما عندكم شي نقابة أو جمعية تدفع على حقوق الرياضية الباركور؟ نعم فولي مولا لحقوق الجمعية باركور ما كاش خلينا من نقابة لدفع على البركور يعني أنا معها مع الاتحادية الجزائرية الجنباز نحن سيونتي بنطريني ولكن أيضا في الأساس يعني فئة شباب لي مارسوا هذه الرياضة قليلة في الجزائر شوف قليلة مقارنة بمختلف الرياضات قليلة كتبت لك الليزة 3 اللي لهم ينظريني وديجا اللي عندهم عام 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 3 ما لك تشوف على المستوى الوطني عندنا 1-103 انجنارون ينظريني وديجا وتعلموا ديجا ومع دحنا الثاني كيرانا سيبونا ننطروا باركور كبار كمالا نروحوا البلايس ابون دوني كما نشتون في الفيديو تعلق الفوار هذه منك نروحوا بالجمع المالجموعة القامين يموح 30 والصغير يجيون صوتين واحدهم ما يعرفش مين داك نديرو دي ووركشوب نطموهم كامل نعلموهم لي بازه كيف يجديرو اي كيف يجديرو تونك الإقبال عليها رو كبير بزاف من طرف بليطول المصاغر هدوما الأطفال اللي حبوا ينظرين باركور طيب نروحوا إلى مشاركات الجزائر في مختلف المسابقات العالمية هل موجود الجزائر هل اسم الجزائرية تواجد بكثرة ولا بعدد مشاركي محتشم دائما نرى قبل ديميل دي زويت قبل ما الاتحاد العالمي تعلج الجنباز بدأت تدير كمبيتيسيون كان كاين دي زيفانمو ولا بلوطو دي زيفانمو دي كمبيتيسيون تاع باركور قلال كانت رادبول ارتوف موشن كانت رادبول هي اللي مكون صوري بوكو بلس على باركور ولا دي زيفانمو لا نهضر على المشاركات الجزائريين في العالم والمشاركات قبل ديميل دي زويت ما كانتش وما كانش عندنا مشاركة دي راكت وبعد مر الاتحاد العالمي الجنباز بدأت تدير دي كمبيتيسيون دي زيفانمو تاع باركور عدنا الله تلات إسلام بن أحمد هو الولاني اللي يقدر يخرج من الزائر ويروح يشرط الجزائري الوحيد نقدر واحد تروى كمبيتيسيون بلس شامبيون دي مونت طيب نرجعوا ربما إلى فئة الإناء والشابات وممارسة رياض الباركور هل كان شابات محترفات مانيش نهضر على الفئة ربما البسيطة اللي هيتتعلم خلينا نهضروا على المحترفين المحترفين ما كانش والبسيطة اللي هيتتعلم ما كانش ببالك في دي ميل دي سات دي ميل سات دي ميل كنز كان عد ناقل زوج ولا ثلاثة لجودة روشوية بارك مات خلاص هي رياضة الشبابية ويستحوذ عليها الشباب أكثر وأكثر في الختام كل ما تحب تقولها لكل الناس اللي يشوف فيك كل الأهل الداعمين حتى ربما للأطفال اللي يحبوا يبدأوا في هاد الرياضة نقدر الكلمة الأخيرة نقدر الباركور هو رياضة كما جميع رياضة محدد خلا ليس هادك تخاطرة بفورسي ما تكون رياضة خاطرة بس كي يتعلموا من اللو الكامل يتعلموا لي باز نروح ويحبه حبه ومعد كي يتعلم بيان يقدر يروح يطلع يدي رفعيس الفوغا كي مشتوف في الفيديو ومشاريات خاطرة بريمو أزمو حدي يروح لها بالأقل بالأقل وإن شاء الله رانا معها باش نقدروا نضبروا سبوت والأبلاسة باركور ونقدروا نعيطوا لغاشي بشيجو ينظرين يسوى بنات سوى رجال سوى إن شاء الله كل التوفيق لك فارس ولكل الزملاء في هذا المجال وهذا الميدان إذن مشاهدنا الكرام للأسف الشديد وصلنا لهاية حلقة دا لنهار اليوم